دكتور ابقى ويانا خلينا نشوف رأي الدكتور السعدي دكتور السعدي تكلم عن حكومة السيد الكاظمي أنه هي ما حققت بعض الأشياء التي تحدث بها السيد الكاظمي وإذا تتحدث عن رؤية يعني رؤية ما يستهان بها شخصيات طلع أو الظاهرة أو شخصيات رادة وحقوقهم يعني يقول لك نحن ما رحنا نتخذنا يعني الأغلبية ما رحوا نتخذها يعني نشوف أنه هذا الشيء ربما يكون إيجابي سلبي على الانتخابات وشنو وجهت نظرك في ما تحدث به الدكتور محمد طبعا حتى نكون أكثر دقة في وصف ما يجرى على الساحر العراقية دعنا نذكر بأنه الهداف التي ينطلق منها دكتور محمد نعنا هي أهداف صحيح لكنها تحتاج إلى وقت طويل أي هو الآن يبدأ ببناء قاعدة ثم توحيد رؤى فكرية لها حتى ينظم نفسها ضمن هذه الأجندة لينطلق في عملية تغيير تبدأ من القاعدة الشعبية لتنطلق فيما بعد صوب السلطات أي عملية الاشتراك في الانتخابات ثم السلطة التشريعية في السلطة التنفيذية هذا البناء يحتاج إلى وقت طويل نعم قد تكون الأربع سنوات القادمة هذا خط الشروع للانطلاق لكن نتكلم هنا عن حال استثناء ما زال يعيش العراق وهذه نقاط حقيقية هناك جواحة كورونا هناك حالة اقتصادية نعم حاول السيد الكاظمي أن ينأى بنفسه عن كثير من ما حصل هو اللي يقول اليوم وهذه نقطة حتى وعاكتب على ما ذكر السيد محمد نعنا موضعت الـ 12 مليار لكن من أين أتت الـ 12 مليار؟ أتت من جيوب الفقراء والمتقاعدين يعني اليوم هناك الراتب التقاعدي أو حتى الراتب للموظف قد هبط 20% وارتفع السوق 20% إذن كيف حصلت هذه الـ 20%؟ من جدتك هذه المليارات الـ 12؟ غير لازم تذكر للشعب أيضا حتى أنا له هي ليست ملامة للسيد الكاظمي بمقدر التذكير نحن نذكر بنقد إيجابي عليك أن تتذكر حال الشعب العراق الذي إلى نووي وصل أي بجعل خط الفارق بصرف الدولار بمقابل الدينار العراقي أحدث للأسف أقول هامشا كثيرا بزيادة خط الفقر أنظر إلى إحصاءات وزارة التخطيط ما حصل معه حتى أستكمل الرؤية هناك وجهة لدى الولايات المتحدة الأمريكية بعد زيارة السيد الكاظمي إلى الولايات المتحدة الأمريكية هناك مراكز البحثية أي ثانك تانكس بالمتوفرة بالولايات المتحدة الأمريكية تقول تقدم نصيحة أي مشورة إلى الإدارة الأمريكية عليك أن تأخذ بي نظر الاعتبار الاستفادة من تولية السيد الكاظمي لولاية ثانية ثم بعد أن زار طهران السيد الكاظم بعد أن زار طهران خرجت بعض عنوين الصحف الخليجية وقالت السيد الكاظمي قد تحصل أنا لا أريد أن أفصل بما ذكرت كل الصحف لكن هذا العنوان حتى أربطه شيء بشيء قال قد تحصل السيد الكاظمي على الضوء الأخضر لولاية ثانية من إيران فالحكيم يدعمه والسيد الصدر يراهن عليه أنا أريد أن أصل بالنتيجة سيد عيدة العبادي هكذا أريد أن أصل بالنتيجة هل هناك ستكون عملية تغيير بشكل الحكومة أم هناك من يراهن على سبيل المثال الخيار المستقل أو الرجل الشيعي العلماني هكذا يراد أن يصور له حتى يبقى في الحكومة لدرة ثانية ليستكمل مشروعه وبرنامجه والورقة البيضاء الاقتصادية لما جرى في العراق وبالتالي علينا أصبح العراق في مفترق طرق أنا أتكلم هنا ليس العراق أنا أتكلم هنا عن شعب عن شارع عراقي لحد الآن ما زال رافضا لكثير مما قمت به الحكومات المتسلسلة من بعد عام 2003 ولحد هذه الساعة نعم هي تحاول أن تنجي بنفسها من خلال هذه البودقة والشكل الديمقراطي لكنها لم تصل بنتيجة لأرضاء حق لم تكلم عن حالة ازدهار وحالة وردية نتكلم عن حق لدى هذا المواطن في الدستور لم تصل إلى أرضاء به لألقت بظلال مرة أخرى قاتمة على عدم استطاعتها من الوصول إلى الحالة الإيجابية لا نقول من كسب ود بل حالة إيجابية لغرض أرضاء الشارع لأن لا تكون هناك طبقة معارضة بشكل حقيقي أنا أتمنى أن تنجح أهداف دكتور محمد وهناك كثير من أهداف أخرى على أقل تقدير من مين يروم من حراك تشرين أن يخلق حلقة التوازن لحد الآن حلقة التوازن ببناء الديمقراطي مفقودة أغلبهم دخلوا سيد عمار الحكيم وأيضا في قوة وأحزاب أخرى نتمنى الفوز للأصلح بصراحة أنا أتمنى الفوز للأصلح بعد انتهت الانتخابات سناديق الانتخابات ستحدد من يدخل قبة البرلمان ويدخل البرلمان من يكون صوت وممثل للشعب العراقي من يكون الأب لكل العراقيين من اللي راح يكون نزيه وشريف ويعمل بمصداقية حتى يجيب بحق هذا المواطن اللي انظلمت من طاعة السنة لكن دكتور يعني أريد أتحدث نقطة